تحية في غاية الإخدراري وبعد المملكة العربية السعودية دولة بحجم قارة صغيرة مواردها تكاد تكون موارد غير محدودة وفي كل اتجاه أينما نظرت تجد الثروة ولهذا فإنني أشعر بالآلم حينما يختصرها البعض في برميل النفط صحيح يا منتج رئيسي ولديها احتياطيات يعتمد عليها العالم في تأمين مستقبل الطاقة البشري لكن المملكة العربية السعودية أكبر وأهم بكثير من نفطها خذوا مثلا حكاية الطحالب البحرية هذه الطحالب التي يمكن أن تكون طعاما للحيوانات بدلا من قطع غابات الأمازون لتحويلها إلى مراعن ترعى فيها قطعان الأبقار التي تتحول إلى شطائر بيرجر فيما بعد أيضا الطحالب البحرية يمكن أن تستخرج منها المساحيق مساحيق التجميل يمكن أن تستخرج منها الأدوية والمراهم والكريمات إلى آخر ذلك ثروة مهمة جدا انتبهت لها المملكة العربية السعودية دعونا ننصط لهذا الحوار مع المهندس جابر الشهري وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة الذي يبشرنا باستزراع كثيف للطحالب الطحالب هي استزراع وصناعة وهي أحد المشاريع الواعدة على مستوى العالم لأغراض متعددة الوزارة أدركت هذا الشيء وبدأت من عام 1407 في إجراء تجارب في مركز البحاث الثروة السمكية بجدة لإنتاج التحالب واختيار الأصناف المحلية المناسبة المجال واعد ومهم جدا لاقتصاد المملكة المملكة لديها توجيه من خادم الحرمين الشريفين بسوسيع القاعدة الاقتصادية وبالتالي فمجال الزراعة بأنواعها المتعددة يعتبر أحد الموارد الاقتصادية الهامة استزراع التحالب هذا مشاريع واحدة لتوفير الغذاء للسكان هذا أحد العناصر أيضا الطحالب غنية بالعناصر الغذائية المختلفة وبالتالي فهي مهمة جدا لغذاء الإنسان مهمة جدا لغذاء الحيوان مهمة جدا لغذاء الأسماك الجانب الآخر أن التحالب من خلالها نستطيع أيضا توفير أسمدة عضوية تستخدم في الزراعة التحالب أصلا إذا نظرنا إلى العالم والكون ككل هي تساهم بـ 50 إلى 70% في عملية البناء الضوئي وبالتالي توفير الأكسوجين في العالم فيتعمل على ثبات نسبة الأكسوجين في الكرة الأرضية الملاحظة الآن أنه العالم من خلال الثورة الصناعية واستخدام المحركات واستخدام الوقود الإحفوري ارتفع معدل الكربون في أجواء العالم وظهر ما يعرف بظاهرة الاحتباس الحراري فبالتالي من أهم العناصر لاستهلاك ثاني أكسود الكربون اللي هو أحد مخرجات الصناعة والسيارات وخلافة الطحالب الطحالب تمتصل ثاني أكسود الكربون وبالتالي تنتج مواد سكرية أو تنتج مواد طاقة مختلفة وتنمو بمعدل عالي من خلال استهلاك ثاني أكسود الكربون فالتحالب الآن الدول التي لديها صناعة كمحطات الطاقة الكهربائية والمصانع يجمع الثاني أكسود الكربون من المداخن وبطريقة معينة ويعطى لهذه المزالع ويحكم في المزالع لعملية تربية التحالب بالنسبة لهذا المشروع الذي سيقام في المملكة العربية السعودية يعني لستزرع الطحالب أين سيكون هذا المشروع وما هي الشواطئ التي سيزرع فيها وتحدثنا أيضا عن تفاصيل هذا المشروع هل سيكون فقط عبارة عن أحواض أم هناك مصانع مرفقة بهذا أو معامل مرفقة بهذا المشروع مثلا العموما هو ظروف المملكة الجوية من أفضل ظروف على مستوى العالم لتربية الطحالب هذه نقطة هامة جدة لتوفر الاشعاع الشمسي بكمية كافية ولتوفر الشواطئ الطويلة والواسعة ولمياه البحر النظيفة والتي تعتبر من أنظف البيئات وأخالية من التلوث تقريبا اللي يبدأ فيه الآن هو الآن حاليا مشروع واحد في الليث في الشركة الوطنية بمحافظة الليث جنوب جدة حوال 150 كيلو ونتوقع بإذن الله تعالى وفقا للدراسات أنه في العام القادم يبدأ الإنتاج هذا مشروع واعد بإذن الله تعالى والتربية تتم في أحوال كبيرة على شاطئ البحر الأحمر بالنسبة للاستخدامات للطحالب في المملكة وغيرها من البلدان ما هي الاستخدامات التي يمكن الاستفادة منها خاصة في موضوع توفير الأمن الغذائي هل يمكن استخدامها في بعض الأغذية مثلا في المملكة في هذا المجال؟ حالب هي صناعة وزراعة واعدة لإنتاج الغذاء أنا ذكرت في البداية أنه ممكن إنتاج الغذاء للإنسان من خلال الطحالب أيضا إنتاج الأعلاف لتربية الحيوانات وللدواجن وللغذاء السمكي وربما يكون بدرجة أولى للغذاء السمكي لأن المملكة مقبلة بإذن الله تعالى على تطور كبير في مجال الاستزراع السمكي وتربية الأسماك تحتاج إلى غذاء فبالتالي يعتبر الطحالب من العناصر الأساسية لتغذية الأسماك أعتقد هذا الجانب المهم فيما يتعلق بالجانب الغذائي كم تتوقعون سيكون إنتاج المملكة خلال السنة القادمة؟ والله هو كمشروع نتوقع على في الأطنان لبما في المراحل الأولى نحن عندنا مبادرة حقيقة المبادرة السابعة والتي عدى صندوق التنمية الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة وفي المبادرة أشيل إلى 30 ألف طن ما بين 2013 إلى 2029 لكن هذا الرقم لا يوجد تحفظ كبير لكن في واقع الأمر المملكة عندها القدرة على إنتاج مئات الآلاف من الأطنان من الطحالب بإذن الله طيب لو عدنا على الجانب البيئي في هذا الموضوع هل سيؤثر مثلا بشكل إيجابي على السواحل المملكة إن صح التعبير؟ نحن كما ذكرت أنا إن ما يعرف بالكربون وهو يعمل على تلوث البيئة وعالميا كل دولة في العالم مطالبة وفق الاتفاقيات الدولية التي هي اتفاقية كرطاجة واتفاقية كيوتو لسلامة البيئة والتنوع الإحيائي مطالبة بأن تعمل على خفض الكربون بصوره المختلفة الطحالب تستهلك الكربون ثاني أكسيد الكربون وبالتالي تنتج أكسوجين فكل دولة يقاس فاعليتها ودورها وأهميتها في خفض نسبة الكربون من خلال ما تستخدم من ثاني أكسيد الكربون من الصناعة في تغذية الطحالب وضخف الطحالب لإنتاج الغذاء فنحن بإذن الله سترتفع مساهمتنا ودورنا في المملكة في هذا الإطار نعم تحدثنا عن العائد الاقتصادي لهذا الموضوع من ناحية القوى البشرية وأيضا من خلال استخدامات ربما الطحالب في هذا الموضوع طبعا هذه المشاريع واحدة ما في الشك هذه تعطي إراد مادة جيد وممتاز بالأحرى وإلى جانب الغذاء هي أيضا تستخدم في مواد التجميل وما يستخدم في مواد التجميل هذا كمان أسعاره غالية جدا بعض الطحالب تستخدم في الأصباخ وهناك من المشروبات يعني اللي يستهلكها الناس عموما في الكرة الأرضية المشروبات هذه مواد ملونة صناعية في المستقبل المستهلك يبحث عن ملونات طبيعية والتي هي تعتبر أورغانيك وبالتالي من باب الصحة والحفاظ على صحة الإنسان استخدام المواد العضوية أفضل من استخدام مواد صناعية مستقبلها كبير جدا الطحالب ليس في الغذاء فقط ولكن أيضا في مواد التجميل مواد الأدوية الأسمدة للأراضي الزراعية الطاقة يعني الآن أحد العلماء توصل إلى إنتاج من خلال ما يعرف بالجي أم أو الجينيتيك موديفكيشن التحويل الولاثي استطاعوا إنتاج طحالب الآن تنتج 13 مرة الطحالب العادية من الهيدروجين والهيدروجين هذا يستخدم في إنتاج الطاقة بمعنى أن ربما متر مقعب من الطحالب يستطيع إضاءة منزل أو تشغيل سيارة بالكامل وتزويدها بالوقود فهي يعني مستقبلها كبير أمريكا الآن تنتج الوقود الحيوي من خلال الطحالب إحنا الآن ما نهدف إليه المملكة بدرجة كبيرة هو أن تسهم الطحالب في الأمن الغذائي وتوفير العليقة للحيوانات وبالتالي هذا يغنينا ربما في المستقبل عن زراعة مساحات كبيرة من المحاصيل الخضراء كأعلاف للماشي النصيحة الخضراء مواجهة هذه المرة مشاهدية الكرام إلى كل الشركات العربية يمكن لهذه الشركات أن تحظى لصفقة مليارية أن تتحول هذه الشركات إلى شركات عملاقة من فئة أبل أو مايكروسوفت أو فايزر شركات كده تعدوا على الأصابع الخمسة الكبار تدخل واحدة منهم كده تبقى شركة عربية كيف؟ أنا عندي الوصفة السحرية لكن أنا ليس لدي أكثر من الإشارة إلى الموضوع لكن على الشركات أن تتنافس لتصل إليه وأن تحولوا إلى واقع إيه هو الموضوع؟ أنتم تعرفون أن أسوأ كابوس بيئي وخصوصا في البحار والمحيطات هو البلاستيك البلاستيك لا يتم هضمه في الطبيعة يعني لا يتم تفكيكه وتدويره في الطبيعة إلا بعد ألف سنة ويمكن أكثر كمان في بعض أنواع البلاستيك هناك جزر هائلة من الأكياس البلاستيكية وبقايا البلاستيك المتجمعة في قلب المحيط يعرفها البحارون ويسموها بأسماء بعينها جزر هائلة جدا لا يوجد أي حيوان بحر يتم استياضه في البحار والمحيطات إلا وفي أمعائه أجزاء بلاستيكي تلوث بالبلاستيك صار فادحا ماذا نفعل؟ على الشركة التي تريد أن تأخذ قطعة كبيرة من هذه الكعكة الذهبية أن تؤسس مركزا للأبحاث لاكتشاف البكتيريا التي تلتهم البلاستيك بكتيريا طبيعية وموجودة في الطبيعة تأكل البلاستيك وتدوره تحوله إلى مادة ممكن للطبيعة أن تهضمها خلال أيام معدودة تخلص البيئة من هذا الكابوس المرعب هذه الأنواع من البكتيريا معروفة الذي ليس معروفا وينبغي أن ينكب عليه العلماء والباحثون هو تحويل هذه البكتيريا إلى مسحوق إلى مادة يمكن رشها على هذه الجزر في هذه الحالة تختفي الجزر والشركة العربية اللي تاخد هذه التكنولوجيا وتصبح هي صاحبك العلامة التجارية تاخد هي الفلوس تلم الفلوس تبقى شركة مليارية عظيمة وطبعا هينسوني وينسوا أنهم يعرفوا الفكرة دي في بر الأخضر عبر شاشة سين بيسي عربية خضر الله أيامكم وأعمالكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر